اشتركوا في القناة لينة قبل ما تموت علشان تطمن عليها فبتنهي لينة المكالمة وبتدخل علشان تقابل حبيبها اللي للأسف بيكون شخص سيء جدا وده لانها لما بتدخل بتسمعه بيتكلم مع اصحابه وبيقول انه مستحيل يكمل حياته مع لينة وده لانها مجرد انسانة من عيلة متوضعة انما هو غني ومرتبط بيها بس يعني علشان يتسلى فبتظهر لينة وبتتكلم معاه وهي مصدومة وما بتكونش مستوعبة اي حاجة من اللي بيحصل خصوصا ان هي اصلا بتكون جاية علشان تطلب منه يقابل جدتها معاها بحيس يطمنوها ان علاقتهم كويسة بس طبعا هو بيرفض وبيفضل يتريق عليها وبيحطها في موقف صعب جدا ولما بيتمادى اكتر من كده بتجمع لينة شجعتها وبتقدر تاخد حقها فبنشوفها وهي بتضربه بالازازة على راسه وبعدها بتسيب وبتهرب ولكن للأسف اللحظة دي بيتردوها اصحابه وهي مش بتقدر تفلت منهم خالص وبيقولوا لها انها لازم ترجع وتعتذر له كمان وساعتها بيظهر بطلنا الشين اللي بيكون توقيته مثالي تماما فبنشوفه وهو بيدافع عنها وبيبعد الاشخاص دول اللي بعيد ولما بيتطمن انها بخير بيسيب معاها الشمسية وبيمشي وبعد اللحظة دي بتكون لنا فاكرة انه مجرد شخص عادي ظهر في حياتها مرة وخلاص ولكن اللي بيحصل بعد كده بيبقى مختلف تماما عن كل ده وده لان لما بتمر الايام بتضطر لنا للأسف انها تحضر مقابلة غرامية مع شخص عشوائي وده لانها محتاجة ترتبط في اقرب وقت ممكن بحيث تطمن جدتها ان عندها شخص يهتم بيها فبنشوفها بالفعل وهي رايحة مكان علشان تقابل شخص ما كده بس المفاجأة ان الشخص ده بيبقى هو نفسه شين فبتتصدم لنا طبعا اول ما بتشوفه وما بيتكونش مستوعبة الصدفة دي بس الغريب ان الشين ما بيكونش مستغرب ولا حاجة وكأن الموضوع مش صدفة بالنسباله فبيتكلموا مع بعضه وبتشكروا لينا طبعا على الموقف الاخير اللي كان بينهم وانه ساعدها بالشكل ده ولما بيناقشوا الموضوع اللي هم هنا علشانه بتتكلم لينا بكل صراحة وبتعرفوا ان هي عايزة ترتبط بيه بس علشان المصلحة مش اكتر وده لانها محتاجة تطمن جدتها عليها علشان هي تعبانة حاليا واكيد خبر زي ده هيفرحها قوي فبيرد شين وبيبقى واضح انه ما عندوش مشكلة في كل ده لحد ما فاجأة بيسألها عن حبيبها القديم وبنتعرف عليه مع بعض وبنكتشف ان اسمه ليو وسعتها لينا بتحس ان ده شيء مش كويس وان الشين مش هيوافق يرتبط بيها علشان كانت مرتبطة قبل كده فبتقوم من مكانها وبتكون عايزة تمشي ولكنه بيوقفها وبيقول لها ان ليو ما كانش يستحقها ابدا وان هي اخدت القرار الصح لما بعدت عنه فبتستغرب لينا طبعا لانه عارف تفاصيل زي دي وبيبقى واضح كده انه ما ظهرش في حياتها صدفة ولا حاجة وبعدها بيكمل شين كلامه وبيعرض عليها الجواز فورا وبيقول لها انهم ممكن يتجوزوا لمدة 6 شهور بس علشان هي تطمن جدتها وبعد كده بقى تعمل اللي هي عايزها فبتوافق لينا فعلا وبتشكره جدا على مساعدته ليها وبالفعل بيروحوا هما الاتنين بعدها وبيوثقوا عقد الجواز وبعد ما بياخدوا الخطوة دي بتكون لينا مترددة شوية طبعا بس في نفس الوقت بتكون مبسوطة علشان هتقدر تطمن جدتها ولما بيتكلم شين معاها بنلاحظ قد ايه هو مهتم بيها وعايزها دايما تكون سعيدة وعلشان نفهم السبب بنرجع بالزمن مع بعض كده وبنكتشف انهم الاتنين اصلا كانوا زمايل في المدرسة وان شين وقع في حبها من اول نظرة ولكن للاسف هي ما كانتش اساسها ما لحظة وجوده ابدا ولما بنرجع للوقت الحالي بنشوف لينا وهي رايحة تزور جدتها في المستشفى وبتوريها عقد الجواز على طول فبتفرح الجدة طبعا وبتكون سعيدة علشان اخيرا اتطمنت على حفيدتها ولكن بيكون عندها طلب تاني صغنون كده وهي انها عايزة تقابله وتتكلم معايا علشان برضو تتأكد ان الموضوع حقيقي وتاني يوم بتروح لينا لشغلها وبنعرف انها شغالة في شركة كويسة الى حد ما ولكن المشكلة الوحيدة بس ان للأسف زميلها البنات بيبقوا دايما عايزين يضيقوها وشايفين انها اقل منهم فبيجوا بعد شوية وبيتكلموا مع بعض وبنكتشف ان في رئيس جديد جاي للشركة وبيبقوا كلهم مندهشين خصوصا لما بيعرفوا انه شاب صغير في السن وكمان وسيم قوي اما بالنسبة لينا فما بتكونش مهتمة بكل ده طبعا وبتكمل يومها بشكل طبيعي جدا لحد ما بتيجي مديرة القسم وبتتكلم معهم كلهم وبتقول ان الرئيس الجديد عزمهم كلهم على العشاء بحيث يتعرفوا على بعض وطبعا هم لازم يحضروا وبيعدي الوقت وبالفعل بيحضروا كلهم وبيبقوا متحمسين جدا يعرفوا مين الرئيس ده خصوصا كل زميل لينا في الشركة اللي بيبقوا معجبين بيه من قبل حتى ما يشفوه وبعد شوية بتيجي للينا مكلمة على التليفون وبتبقى مضطرة انها تخرج علشان ترد عليها وفي اللحظة دي بيوصل الرئيس الجديد وبنتفاجأ انه هو نفسه شين فبيدخل وبيتكلم مع باقي الموظفين وطبعا لينا ما بتكونش موجودة ولما بيلاحظ انها مش هنا بيقرر يمشي من المكان لانه اصلا كان جاي مخصوص علشانها واول ما بترجع لينا مرة تانية للأسف مش بيتقابلوا هم الاتنين فبتضطر تفضل قعدة شوية مع زميلها لحد ما بيتفقوا انهم لازم يلعبوا لعبة واللي هيخسر فيها هيتعاقب وساعتها لينا ما بتكونش موافقة بس للأسف هم بيضغطوا عليها ولما بتبدأ اللعبة بنشوف زميلة لينا وهي بتضحك عليها وبتبقى قصدة تخليها تخسر علشان تتعاقب فبتضطر لينا انها تستقبل العقاب ده وفي النهاية بيبقى مطلوب منها تشرب كمية كبيرة من الكحول وبتبدأ تشرب بالفعل والموضوع ما بيكونش سهل اطلاقا لحد ما فجأة بيرجع شين مرة تانية وبيشوف اللي بيحصل فبيقرب من لينا وبيظهر قد ايه هو مهتم بيها وطبعا لحد دلوقتي علاقتهم ما بتكونش معلنة وما فيش اي حد يعرف عنها اي حاجة فبيستغربوا كلهم لما بيشوفوا ان الشين بيتعامل معها باسلوب لطيف جدا بس هو طبعا ما بيكونش مهتم وبيبقى شاغل باله بس بلينا وعلشان كده بيقرر انه ياخدها معايا للبيت بحيث يعتني بيها لحد ما تتخلص من تأثير الكحول وبالفعل بيوصلهم الاتنين مع بعض ومع الوقت بتبدأ لينا تفوق وبتستعيد وعيها بالتدريج فبيتكلموا مع بعض وبتشكروا لينا على كل اللي بيعملوا علشانها وبتبدأ تسأله هو ليه بيعمل كل ده وليه من الاساس وافق اصلا انه يتجوزها فبيتوتر شين شوية وبيبقى واضح كده انه مش عايز يصريحها بالحقيقة وعلشان كده بيقول انه بس كان حابب يساعدها مش اكتر خصوصا علشان جدتها بس طبعا دي ما بتكونش الحقيقة وبيبقى شيء واضح جدا انه بيحبها وعايز يظهر مشاعره نحيتها خصوصا ان مع الوقت بنبدأ نشوف انه اسلوبه بيتغير معها وفي مرة بيبعت لها صورة علشان يشاركها يومه ويقربها ليه اكتر بس ساعتها لينا بتتفاجأ وبتحس انه بعت الصورة دي بالغلط فبتقرر انها ما تردش عليه علشان ما تحطش نفسها في موقف محرج بس لما بنروح على الجانب التاني بنشوف انه ما بعتهاش بالغلط ولا حاجة خصوصا انه بيبعت لها صورة مرة تانية وكمان بيطلب منها تيجي تقابله علشان عايز يعرفها على اصدقائه فبتوافق لينا طبعا وبيبقى واضح كده ان هي مبسوطة الى حد ما باللي بيحصل ده وبعد شوية بنكتشف ان للأسف المكان اللي موجود فيه شين حاليا بيبقى موجود فيه بردو ليو حبيب لينا القديم فبيعدي الوقت وبتوصل لينا للمكان بالفعل وطبعا بتدخل تسلم على الشين وبتبقى حاسة بالاحراك شوية ولكن هو بيستغل الفرصة طبعا وانهم المفروض متجوزين قدام اصحابه وعلشان كده بيقربها منه بشكل رومانسي جدا وبيقضوا وقت سعيد مع بعض ولما بيستعدوا علشان يمشوا من المكان بيظهر ليو من بعيد واول ما بتشوفوا لينا بتكون متوترة وخايفة ان يشوفها لحصا تحصل مشاكل اما شين فبيكون على عكسها تماما وبنشوفوا وهو بيقرب منها بشكل رومانسي جدا قدام كل الناس وبيبقى عايز يوصل الرسالة لليو بحيث يعرفوا ان لينا بقت خلاص بتاعته ولما بيرجعوا للبيت سوا كالعادة بتشكروا لينا على مساعدته ليها وبتكون فاكرة انه قرب لها بالشكل الرومانسي ده علشان بس يساعدها ويقوي موقفها قدام ليو ولكن طبعا دي ما بتكونش الحقيقة وبنعرف انه بس استغل الفرصة علشان يقرب لها بالشكل ده لانه في الاساس بيحبها جدا ولما بيحاول يظهر مشاعره اكتر في الوقت الحالي بنشوفه وهو بينزل على ركبته وبيمسك ايديها وبيصرحها لأول مرة بحبه نحيتها ومشاعره وكمان بيطلب منها انها تقضي حياتها كلها معاه ودي بتكون خطوة جريئة جدا منه بس المفاجأة بقى ان لينا بتفهم غلط تماما وبتبقى شايفة انه بيعمل كده بس علشان يهزر معاها مش اكتر فبتاخد الموضوع بهزار وبتفضل تضحك وللأسف مش بتستوعب انه كان بيتكلم بجد فبيتحرك شين طبعا وما بيعرفش يتصرف ازاي وبينتهي اليوم على كده وتاني يوم بيمر الوقت بشكل طبيعي جدا وبتكون لينا موجودة في الشركة وعلى الجانب التاني بنشوف ليو واللي بيبقى واضح كده انه مش ناوي ينهي الموضوع على خير مع لينا فبيتصل بيها وبيطلب منها يتقابله ضروري جدا على الرغم من ان علاقتهم انتهت اصلا وهو قرر يباعها فبتيجي لينا وبتقابله بالفعل وبتبقى عايزة تعرف بس هو عايز ايه منها فبتسأله وبتقوله ان كل حاجة بينهم خلاص انتهت ولكن بيتضح انه مش راضي اتقبل حاجة زي دي وانه حابب يفضل متملكها ومسيطر على حياتها لدرجة انها لما بتحاول تمشي وبتسيبه بيشدها ليو لنحيته وبيبدأ يتصرف بشكل سخيف جدا وفي اللحظة دي بيظهر شين طبعا وبييجي في الوقت المناسب وعلى طول بيبعدوا عنها وبيهددوا انه لو حاول يقرب لها تاني مش هيحصل كويس ولما بيسيبه وبيمشي بيقف بعدها يتكلم علينا وبيكون متدايق جدا وبيسألها كمان هي ليه راح التقابل ليو لوحدها وليه من البداية معرفيتوش حاجة زي كده فبتبدأ لينا تحس انه شاكك فيها وده بصراحة حقه للأسف وعلشان كده بتتكلم بكل صراحة وبتوضح له انه مفيش اي حاجة جواها نحيته وبتعرفه كمان انها مش بتحبه اطلاقا والموضوع ده انتهى من بدري والان شين بيحبها فعلا فبيقرر يسمحها وبينتهي الموضوع على خير ولما بيرجعوا البيت مع بعض بنتفاجأ ان شين بيكون محضر لها مفاجأة على الرغم من كل حاجة حصلت فبنشوف لينا وهي دخل اطو وما بتكونش عارفة فيه ايه لحد ما بيوريها شين السماء وفجأة بتظهر الالعاب النارية فبتتفاجأ لينا طبعا لان كل ده معمول علشانها هي مخصوص ومن هنا بتبدأ تلاحظ اكتر اد ايه هو مهتم بيها وبيحبها وتاني يوم بيكونوا هما الاتنين في الشركة وطبعا بيحاولوا يتعاملوا بشكل طبيعي علشان محدش يلاحظ علاقتهم وده لاننا زي ما وضحنا في البداية ان محدش يعرف ان فيه بينهم اساسا اي حاجة لحد ما فجأة بتظهر زميلة لينا السخيفة وكالعادة بتتكلم معها باسلوب وحش جدا وبتحاول تقلل منها فبيقفشين اول ما بيسمع الكلام ده وبيكون عايز يتدخل بس لينا بتشاور له وبتطلب منه يكون بعيد وده لانه لو اتدخل فاكيد كل الموظفين هيشكوا فيهم وهيحسوا ان في حاجة بينهم وبعدها بيطلب شين انه يقابلها في مكتبه واول ما بتروح له بيكون قلقان عليها جدا فبيتطمن ان هي كويسة وبيبقى واضح قد ايه هو بيحبها بجد لدرجة انه بيكون محضر لها مفاجأة كمان وبيجيب لها شنطة غالية جدا بس هي للأسف بتحس بالاحراج وبترفض تاخدها خصوصا انها بمبلغ كبير قوي وهي مش متعودة على الحياة دي خالص فبيتفهم شين مخاوفها ومش بيرضى يضغط عليها ولكن في المقابل بيدلها مشروب وبيطلب منها تشربه علشان اكيد هي لسه ما فطرتش لغاية دلوقتي وفي النهاية بتخرج لينا وهي معاها المشروب ده وكل يوم بتتأكد اكتر من اللي قبله ان فعلا شين مهتمي بيها جدا وبيحبها خصوصا ان اليوم النهاردة بيكون طويل اوي في الشغل وهي بتضطر تفضل اعدا لوقت متأخر فهو بيجيب نفسه علشان يقعد معاها وكمان بيجيب اكل علشان يكلوه مع بعض ولكن مع مرور الايام للأسف الوضع بيبدأ ياخد اتجاه تاني خالص وده لاننا لما بنرجع لليه وبنشوف انه لسه بيفكر في لينا وعايز ينتقم منها باي طريقة بس في مرة كده وهو قاعد بيشرب مع المساعد بتاعه بيحس بتعب غريب فجأة وبيتنقل بعدها للمستشفى وفي الوقت ده بيتصل للمساعد بتاعه بلينا وبيطلب منها تيجي تطمن عليه بما انهم كانوا مرتبطين في يوم من الايام وعلى الرغم من ان لينا بيتكون في الوقت ده في نفس المستشفى اصلا لانها كانت بتزور جدتها ولكنها برضو بترفض تماما وبتقول انها مش مهتمة بيه وبتعرفوا ان ما بقاش في بينهم اي حاجة علشان تيجي تطمن عليه بس قبل ما بتخرج لينا من المستشفى للاسف بيخرج ليو بنفسه وبييجي يتكلم معاها وبيحاول يستغل الموضوع على قد ما يقدر وبيقول لها انه مستعد ييجي معاها دلوقتي علشان يقابل جدتها واده طبعا هيبقى شيء كويس قوي لان جدتها هتطمن عليها زي ما كانت عايزة دايما بس على الرغم من ده برضو فهي بترفض وبتقوله انها مش عايزة منه اي حاجة وفي النهاية بتسيبه وبتمشي ومن اول اليوم ده بنكتشف ان شين عارف بلا حصل وانها تقابلت هي وليو في المستشفى فبيفهم غلط وبيبقى فاكر انها راحت تطمن عليه وطبعا بيتدايق جدا خصوصا ان لينا ما ذكرتش الموضوع اطلاقا ومع مرور الايام بتبدأ لينا تلاحظ انه بيتجاهلها وما بقاش يتطمن عليها زي الاول فبتحس انه كده ما بقاش عايزها خلاص وبالتالي بتكلمه وبتقوله انها مستعدة تنفاصل عنه لو هو ده اللي هو عايزه وتاني يوم بتكون لينا في الشركة وبتروح لمكتبه علشان تسلمه شوية اوراق وساعتها بتسلمه عقد الجواز بالمرة وبتقوله انها مستعدة علشان ينهو العقد اللي بينهم فبيتصدم شين طبعا اول ما بيسمع الكلام ده وبيبقى فاكر ان هي اللي ما بقاش عايزها خلاص بس اول ما بيتكلمه مع بعض بخصوص اللي حصل وبيوضحه سوء التفاهم بيتفاجأ شين انه كان فاهم غلط تماما وعلشان كده بيطلب منها ان هي تنسى فكرة الانفصال دي وهي اصلا ما بتصدق فبيقرب منها شين وبيحضنها والمفاجأة ان في اللحظة دي بيدخل الموظفين للمكتب وبيشوفوهم وهم في الوضع ده فبيتصدموا طبعا لان محدش فيهم يعرف حقيقة علاقتهم وانهم المفروض متجوزين وساعتها بتستغل واحدة من الموظفين الموقف وللأسف بتصورهم وهم مع بعض وطبعا هي بتكون عملت كده علشان عايزة تأزي لنا وبتقرر انها لازم تنشر الصورة دي بحيس يعني انها تفضحها بس الحسن الحظ ان شين بيكون واخد باله من كل حاجة بتحصل اساسا وعارف ان في موظفين شفوهم وكمان صوروهم وعلشان كده بيستغل شين فرصة ان في حفلة هتتعمل في الشركة قريب جدا واول ما بييجي وقتها بيشوفه وهو بيتكلم قدام كل الناس وبيعرفهم ان في خبر مهم جدا لازم يعلن عنه بس قبل ما بيقول الخبر بنشوف الناس كلها وهما مسكين التليفون وبيكونوا بيشوفوا صورة انتشرت بشكل كبير على الانترنت وطبعا الصورة دي بتبقى ليهم هما الاتنين لما كانوا بيحضنوا بعض فبيتصدموا كلهم ومحدش بيكون مستوعب اللي بيحصل لحد ما بيتكلم شين وبيقرب لنا ناحيته وبيعترف قدام الكل انها تبقى امراته وبيقول كمان انه بقالوا سنين كتيرة بيحبها ومستحيل يتخلى عنها ابدا فبتستغرب لنا طبعا من الموضوع خصوصا كمان انه قال بقالوا سنين بيحبها وده طبعا لانها ما تعرفش الحقيقة وانه فعلا بيحبها من ايام الدراسة ولكن هي للأسف مش فاكرة اي حاجة فبينتهي الموضوع بشكل لطيف جدا وكمان الموظفة اللي حاولت تئذيها بتتفصل تماما من الشركة وبنلاحظ ان شين مستعد يعمل اي حاجة علشان بس يحمي لنا ويخليها كويسة ولكن للأسف اللي بيحصل بعد كده ما بيكونش لطيف اطلاقا وده لان لينا بتستقبل مكالمة بتعرف منها ان جدتها تعبانة جدا وحالتها مش مستقرة فبتروح بسرعة علشان تطمن عليها وطبعا بتكون حزينة وخايفة لحظا يحصل لها اي حاجة لحد ما بيوصل شين هو كمان وبيطمن لينا ان الامور هتكون كويسة وبعدها بيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبتفضل لينا تحكيله كتير عن جدتها فبتقوله ان هي كانت مهتمة بيها من ايام الطفولة وان للأسف اسرة لينا كانوا بيعملوها باسلوب وحش جدا ومفيش حد مهتم بيها خصوصا كمان ان والدتها دايما بتفضل اختها عليها وبقوا متخليين عنها تماما وان لولا جدتها كان زمنها مرت بسنين بشعة لأقصى الحدود فبيقرب شين منها وبيعرفها ان هيفضل موجود جنبها على طول وان مهما حصل هو هياخد باله منها وتاني يوم بتدخل لينا علشان تطمن على الجدة وللأسف بتيجي اسرتها في اللحظة دي فبتفكر لينا انهم جايين يتطمنوا عليها ولكن المفاجئة انهم جايين يتكلموا معها بخصوص الورث وبيبقى واضح كده انهم يستنين الجدة تفارق الحياة علشان ياخدوا كل املكها فبتتخانق لينا معاهم طبعا وبتبقى مصدومة من اللي بيحصل لحد ما بيوصل شين وبيقف قصدهم كلهم ومش بس كده ده كمان بيخليهم يمضوا اوراق علشان يتخلوا عن الميراس تماما لان الجدة اصلا كاتبة كل حاجة باسم لينا وهم كانوا هيحاولوا يسرقوها مش اكتر علشان ياخدوا منها الاملاك دي ولما بيخلص الموضوع على خير بتتكلم الجدة مع شين وبتبقى شافة قد ايه هو بيحب لينا وبيدافع عنها فبتطلب منه انه يفضل جنبها طول العمر وانه ما يخزلهاش ابدا وبعدها بتتكلم مع لينا وللاسف بيبقى واضح من كلامها ان ده الوداع وبالفعل بينتهي الموضوع بالشكل وحش جدا والجدة بتفارق الحياة فبتفضل لينا تعيط وبتمر بفترة صعبة لابعد الحدود بس طبعا شين بيكون جنبها طول الوقت وبيفضل معها لحد ما بيخرجها من الحزن اللي هي فيه وبعد فترة طويلة بتكون حالة لينا اتحسنت بشكل كبير وده طبعا بفضل شين فبيقرر انه ياخدها في مرة كده ويروح يزور اسرته علشان يعرفها عليهم ويقربوا اكتر من بعض وبيدخلوا هما الاتنين للبيت وطبعا في البداية لينا بتكون متوترة بشكل كبير بس اول ما بتدخل وبتقابل اسرة شين بتطمن بشكل كبير جدا وبتحس بالراحة وده لان اسرته بتكون لطيفة جدا وبتقابلها بشكل جميل على عكس ما هي كانت متوقعة خصوصا كمان اخت شين اللي بيبقى واضح كده انها حبت لينا بسرعة وبنشوفها بتقعد معاها علشان تقدم لها هدايا كتير قوي فبتتفاجأ لينا بالموضوع وما بتكونش مسدقة ان في حد بيحبها بالشكل ده خصوصا ان للأسف طول حياتها ما قدرتش تعيش اللحظات دي مع اسرتها وفي نهاية اليوم بتكون قعدة هي وشين اللي دايما بيستغل كل الفرص قدامه علشان يظهر لها قد ايه هو بيحبها فبتتكلم معاه وبتشكره على كل حاجة وانه قدر يحسسها مرة تانية بشعور الاسرة وان في حد بيحبها وعلشان كده بيقرب منها الشين وبيحضنها وبيطمنها وبيقول لها ان كل حاجة هتكون بخير بس في يوم من الايام بتكون لينا ماشية في الشارع وفاجأة بتظهر اختها قدامها علشان عايزة تتكلم معاها فبتنزل من العربية وللأسف اسلوبها بيكون سيء جدا وزي ما وضحنا فهي مش بتحبها اطلاقا وكمان بتحاول تأذيها فبتستغرب لينا وبتسألها هي عايزة ايه وساعتها بترد اختها وبتقول انها عايزة خدمة منها وطبعا بتفضل تتكلم باسلوب وحش وكأنها بتؤمرها وده شيء بيديق لينا جدا وبيخليها عايزة تمشي بس للأسف اختها بتوقفها وبتفضل تفكرها بكل اللي حصل ايام زمان وان والدتها مش بتحبها اطلاقا ولا حتى مهتمة بيها وعلشان كده هي لازم تسمع كلامها غصب عنها وعلى الرغم من ان لينا بتبقى حزينة جدا وبتتأثر بكلامها بشكل كبير بس برضو في النهاية بتمشي وبتسبها وبعدها بتروح تقابل صاحبتها وبيقعد هما الاتنين يتكلموا مع بعض وللأسف بيبقى واضح ان لينا لسه متأثرة بكل اللي حصل فبتفضل تشرب كمية كحول كبيرة على امل انها تنسى لحد ما بتفقد الوعي وما بتكونش حاسة بنفسها وفي اللحظة دي بيوصل شين وبيسندها وبيقرر انه يشلها لحد ما بيوصلها للبيت وهناك بتنفجر لينا من الحزن اللي جواها وبتتكلم مع الشين في كل التفاصيل دي ولما بيعرف قد ايه هي بتعاني بسبب اسرتها بيقرر يتعلق بيها اكتر وبيوعدها انه هيفضل جنبها طول العمر وانه هيعوضها عن كل اللي حصل وهيخليها تنسى للابد وتاني يوم للأسف بتحصل مشكلة تانية وبيظهر لنا ليو من جديد والمرة دي بيتصل بلينا وبيبدأ يهددها انه هيئذي شين في وقت قريب جدا وده لانه وصل لسر بخصوص حياته في الماضي وبمجرد ما هيعلن السر ده اسهم الشركة بتاعته هتنزل بشكل كبير فبتتوتر لينا طبعا وما بتكونش عايزة ده يحصل وعلشان كده بتسأله هو عايز ايه علشان في المقابل ما يقزي الشين فبيرد ليو للأسف وبيقول لها ان الحل الوحيد قدامها هو انهم ينفاصلوا عن بعض وبيقول لها انها لو عملت كده فمش هيحاول يقزي الشين اطلاقا فبتفضل لينا محتارة بتقرر انها لازم تحمي الشين حتى لو هتضر نفسها خصوصا انه كان طول عمره بيعمل كده واكتر معاها وفي نفس الوقت هو قضى وقت طويل من عمره علشان يبني الشركة دي وهي مش هينفع تسيب ليو يهدها بكل سهولة كده وبالفعل بتروح لينا علشان تقابل شين اللي بيتصدم اول ما بيعرف سبب المقابلة دي فبيشوفها وهي بتتكلم معاي بكل حزن وبتقول له ان للأسف لازم علاقتهم تنتهي لحد هنا وطبعا بتكون مضطرة تكذب وتقول اسباب مش حقيقية وفي النهاية بتسيبه يمشي وهو متدايق بس طبعا شين بيبقى عارف ان في حاجة غلط بتحصل وعلشان كده بيفضل يدور لحد ما بيوصل للحقيقة فبيروح بنفسه يقابل ليو وبيواجهه بكل اللي يعرفه والحسن الحظ ان ليو بيعترف فعلا وبيتأكد شين ان هو السبب في اللي حصل وعلشان كده بيعرفه انه لو ادخل مرة تانية او حاول يأذي علاقته مع لينا مش هيحصل كويس وعلشان يأكد له انه مش بيقول اي كلام فبيكشف له سر محدش يعرفه غيره هو وبيقول له انه لو عمل حاجة تاني هو كمان هيعلن السر ده لكل الناس وحياته هتتضمر فبيعرف ليو ان كده الموضوع بدأ يخرج عن سيطرته وبيقرر انه هيتجنب لينا تماما من اول اللحظة دي وبعدها بيرجع شين للبيت وبيشوف لينا وهي بتجاهز شنطتها علشان تفرقه خلاص فبيتكلم معاها وبيقول لها انه عارف الحقيقة وان ليو كان هو السبب في كل ده وعلشان كده بيطمنها وبيقول لها ان الموضوع ده انتهى تماما وما بقاش في اي قلق منه ولما بيطلب منها تعيد تفكيرها في القرار اللي اخدته بترد لينا بدون تردد وبتقول له انها مش مستعدة تبعد عنه اصلا وانها كانت هتعمل كده علشانه بس ولكن مدام المشكلة تحلت فهي حبة تقضي طول حياتها جنبه فبيتأثروا هما الاتنين وبيحضنوا بعض طبعا والحسن الحظ ان الموضوع بينتهي بشكل لطيف ورومانسي جدا ومع مرور الايام بتبدأ حياتهم هما الاتنين تستقر وبيقدروا يتغلبوا على اي مشاكل بتواجههم لحد ما بتمر فترة طويلة وفي مرة كده بيكونوا هما الاتنين مع بعض وفجأة بتحس لينا بتعب غريب والشين بيقلق عليها جدا بس الحسن الحظ ان القلق ده بيتحول لسعادة في لحظة واحدة لما بيعرف انها تعبانة علشان هو هيكون ابو قريب جدا فبيفرحوا هما الاتنين جدا طبعا وبيبدأوا يستعدوا لحياتهم اللي جاية وبيبقوا في غاية السعادة بقصة الحب اللي بنوها ولسه هيكملوها وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام